موسيقى عرفت البداغوجي قديما على أنها المرافقة وهي مفهوم ظهر قديما عند الإغريق فقد كان هناك ما يسمى بالبداغوجي أو المرافق الذي يرافق الطفل إلى المدرسة كما أنه يساعده في العملية التعليمية التعلمية وتم نقله وتعريبه ليصبح مرادفا للتعليم والتدريس وقد استمد مصطلح بداغوجيا مدلوله ومفهومه من مجموعة من المسميات كبداغوجيا الحديثة والبداغوجيا التقليدية وكذلك من مجموعة من البداغوجيات التي تتعلق بشخص ما كمثلا بداغوجيا جونجا كروسو وبيداغوجيا مونتي سوري وغيرهم إلا أننا في هذا الفيديو سنحاول التركيز على أهم وأبرز البداغوجيات الحديثة في عملية التدريس والتعليم أول بداغوجيا سنبدأ بها هي بداغوجيا المشروع هي طريقة يقوم فيها المعلم بإعداد مشروع ويمكن الحديث عن مشروع المؤسسة أو مشروع القسم وأيضا المشروع الشخصي ويهدف المشروع إلى تنمية قدرات المتعلم في الاعتماد على النفس وكذا تنمية الحس النقدي لديه بداغوجيا الخطأ هو تصور ومنهج يقوم على اعتبار الخطأ استراتيجية للتعلم واعتباره أمرا طبيعيا وإيجابيا يسعى المتعلم للوصول إلى المعرفة الصحيحة من خلاله بداغوجيا التعاقد هي بداغوجيا تستخدم العقد كوسيلة للتربية والتعليم وهي تنظم وضعيات التعلم حيث يتم تحديد اتفاق متفاوض بشأنه بين المعلم والمتعلم من أجل تحقيق هدف قد يكون معرف منهج سلوكي بداغوجيا الإدماج هي صيرورة ذهنية يدمج من خلالها المتعلم معارفه السابقة باللاحقة فيعيد بنيتها ويطبقها في وضعيات جديدة وملموسة بداغوجيا المجموعات هي عبارة عن عمل منظم في إطار مجموعات داخل القسم مبني على روح التنافس بداغوجيا اللعب تقوم على مبدأ استغلال أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم للأطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية بداغوجيا حل المشكلات ترتكز على وضع المتعلم أمام وضعيات مشكلة تنشط حاجات المتعلم وتستقطب اهتمامهم والمدرس يقوم بتحسين حاجات التلاميذ ويقوم بتنظيمها البداغوجيا الفارقية عبارة عن ممارسات وتقنيات بداغوجيا تقوم على أساس وجود فروق فرضية بين المتعلمين في الوسط المدرسي وذلك في فروق معرفية فروق سوسيوثقافية فروق سيكولوجيا إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن البداغوجيات الحديثة في مجال التربية والتعليم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا من هذا الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء